اين القائد زخار الذي قبلناه المرة السابقة؟ أهلاً بأبناء نبي الله عقوب ولكني أتساءل لماذا دخلتم من أبواب متفرقة؟ هذه نصيحة أبينا عقوب لنا ولا نستطيع مخالفة لقد رأيتكم فانتهشت من هذا التصرف الغريب وجاء يوسف ورأى أخاه بن يامين بينهم من أنت يا فتاة؟ أنا بن يامين أخوهم الأصغر ولماذا لم تأتي معهم في المرة السابقة؟ إن أبانا يخاف عليه كثيراً وما رأيك في مصر يا بن يامين؟ هي بلد جميل أجمل ما رأت عيني كلنا أحببنا مصر أيها القائد زخار ومصر تحب الجميع يا أبناء نبي الله عقوب ودخل عليهم يوسف وسلم على إخوته ثم أخذ بن يامين وانصرف إذ اعتلى نويبار كرسي الحكم فأول ما سأفعله هو التآمر عليه التآمر عليه مع جنودي في القصر ولسوف أطيح به سريعاً ثم أعتلي أنا هذا الكرسي لأكون ملكاً لهذه البلاد نعم لأخور هو الملك القادم لهذه البلاد مهما كان الثمن وسأقضي عليك يا نويبار سوف أقضي عليك إلى الأبد أخذ يوسف بن يامين وأخبره أنه أخوه لا أصدق أنت يوسف أنت أخي كيف كيف هذا؟ كانت مفاجأة عظيمة بالنسبة إلى بن يامين إذن سأذهب لأخبر إخوتي ولكن يوسف رفض هذا تماماً لماذا؟ لماذا لا أقول لهم إنك يوسف أخونا الذي بحثنا عنه كثيراً وأخيراً وجدناه؟ أقنع يوسف بن يامين بأنه ليس الوقت المناسب الحمد لله لم أفقد الأمل يوماً أننا سنلتقي يوسف الآن في غاية السعادة حيث إنه وجد أخاه الصغير الذي أحبه ترجمة نانسي قنقر هكذا يا زخار حاول نويبار قتلك فماذا ستفعل بعد شفائك؟ مولاتي لقد أثبت إخلاصي واعترفت بكل شيء عليك أن تتجهز للقضاء على هؤلاء المفسدين سأفعل ذلك يا مولاتي الكهنة الكهنة هم دائماً من يحاول أتساد ما تم بنائه ستظل مصر قوية لجيشها وشعبها يوسف قد فعل الكثير من أجل مصر يا زخار نعم يا مولاتي لقد أنقذ البلاد من خطر المجاعة لا خور أيها الغبي لقد نجى منها زخار رجلنا في القصر تم القبض عليه وبالتأكيد سيقول كل شيء علينا أن نحطاط لكل هذه الأمور وأن نجهز لحرب جديدة ستكون حرباً فاصلة بيننا وبينهم يا كبير الكهنة هيا هيا استدعي جنودنا ليحاربوا دفاعاً عنا وعن الإله أمون سأفعل كل شيء للحفاظ على مكانتنا يا كبير الكهنة أعلن أنت هذا للناس نحن ندفع عن الإله أمون الناس لا يمكن أن يوافقوا أبداً على هزيمتنا أو بمعنى آخر هزيمة أمون حدث يوسف بن يامين أن هناك خطة للإبقاء عليه في مصر لكني في غاية القلق على أبي ونجح يوسف في إقناع بن يامين ببقائه بجواره سمعاً وطاعة يا أخي اللهم أفرغ صبرك الجميل على أبي نبي الله يعقوب موسيقى 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 حبيبك المحبوب كما يرضيك ويرضيه وحببه فينا وزدنا محبة فيه بدأ يوسف في تنفيذ خطته الذكية للإبقاء على أخيه بن يامين بجواره تمهيدا لأن يأتي بأبيه يعقوب وقومه إلى مصر ولكن كيف سيحدث هذا الأمر؟ لقد أكرمنا هذا الرجل الطيب لقد من الله علينا وأعطانا أكثر مما نستحق يا لها من بلد طيب كم أحب مصر يا أخي كلنا أحببنا هذا البلد الطيب الذي لم يبخل علينا ولكن متى نستعد للرحيل إذن؟ فقد أخذنا ما نريد أعتقد أنه قد آن الأوان للعودة إلى بلادنا